السهر الرحمن الرحيم أبناء طلاب الصفة الرابع لابتداء مدارس أنجار الصفة أسعد الله وقاتكم بكل خير اليوم معنا درسي في مادة الاجتماعيات والدرس السابع عشر العمل الجماعي طبعا يا أولاد العمل الجماعي ذه هو اللي بيولد النجاح لا يستطيع الإنسان أن يفوز وحده يعني لا يستطيع الإنسان أن ينجز عملاً وحده لابد من جماعة تساعده والجماعة هذه لابد أن يكون لها قائد هو الذي يدير شؤون المجموعة تعالوا نشوف مع بعض الصورة اللي قدامنا هذه الصورة اللي قدامك هذه ماذا تلاحظ فيها؟ طبعا نلاحظ فيها عبارة عن فريقين من الأولاد يلعبون كرة القدم نرى في الصورة أولاد يلعبون كرة القدم فريقين فريق وفريق طيب هل يمكن أن يؤدي شخص واحد عمل للجميع في هذه اللعبة؟ طبعا استحالة لأن هذه عبارة عن لعبة جماعية تتكون من فريقين طيب هل يمكن أن ينجحوا في عملهم دون تعاون؟ هل إذا لم يتعاونوا مع بعض هل يستطيعون الفوز بالمباراة؟ أكيد لا لابد منه من عمل جماعي ومشاورة شوف احنا نلاحظين أنهم مكشوب بيتشاوروا في الأمر هنا الفريق هذا بيتشاور وهذا الفريق يتشاور علشان يقدر يفوزوا بالمباراة يبقى أولاد اللي نعرفه أن يكون العمل الجماعي بين اثنين أو أكثر يبقى العمل الجماعي يعني اثنين أو أكثر الجماعة وتوزع الأعمال بينهم بقيادة أحدهم لازم يكون فيه هنا لاحظ معاي لازم يكون فيه قائد لازم يكون فيه قائد بقيادة أحده ويتعاونون في آدائها يجب أن يتعاون مع بعضهم يوجد فيه تعاون ومشورة وفيه تشاور من أجل تحقيق الهدف الذي يقصدونا علشان نقدر نحقق الهدف طيب فيه سؤال مهم هنا ماذا نستفيد من العمل الجماعي في حياتنا العمل الجماعي يمكن مجموعة مع بعض ما الذي نستفيده؟ إنجاز العمل بسرعة صحيح؟ ننهي العمل سريعا وبأفضل جودة الذي نستفيده من العمل الجماعي في حياتنا حتى في البيت في المدرسة أن ننهي العمل سريعا وبأفضل جودة نتغلب على الصعوبات صحيح؟ كل واحد في المجموعة يكون عنده قدرات ولكن يكون فيه عمل مدرسي بحث أو شيء يوجد طالب عنده قدرات في الرياضيات في طالب عنده قدرات في الرسم في طالب عنده قدرات في العلوم يكون طالب عنده قدرات في اللغة العربية يبقى كلنا نتغلب على الصعوبات التي توجهنا ونصل إلى الهدف المقصود نتعلم من بعضنا كل واحد يفيد الآخر نتعلم من بعضنا يبقى ماذا نستفيد من العمل الجماعي ننهي العمل سريعا نتغلب على الصعوبات ونصل إلى الهدف المقصود نتعلم من بعضنا البعض نعزز الثقة بأنفسنا يعني كل واحد من خلال عمله أول ما ينجح العمل يحس أنه هو اللي أنجز العمل يبقى عنده ثقة في نفسه يشعر بأنه إنسان له فائدة أو له قيمة في هذا العمل تعال نشوف النشاط هنا نشاط رقم واحد قال تتكون فرق العمل من عدد من الأشخاص وهناك عدد من العوامل لتحقيق النجاح في العمل الجماعي مثلي علشان العمل بتاعنا ينجح إحنا كونا مجموعة وهنعمل عمل لحسب العمل ينجح لازم يكون فيها تحديد الهدف من العمل تحديد الهدف من ايه؟ من العمل لازم يبقى فيه عندي هدف العمل دا اللي أنا هعمله أيه الهدف منه؟ هل هو هدف استطيع بيه بفعل شيء ولا لا؟ تحديد الهدف التخطيط للعمل التخطيط للعمل لابد أن أنا أخطط العمل اللي هعمله هبدأ منين وانتهي فين في خطوات الالتزام في العمل مش يجب العمل بتاعي معروف ومعاده من كذا لكذا أكون متواجد في مجموعة العمل تحديد الأعمال تحديدا دقيقا كل واحد هيعمل كذا يبقى كل واحد له عمل معين عشان ينجح العمل بتاعي طيب في عوامل أخرى ايه هي؟ نعم وجود القائد وجود ايه؟ القائد لازم يكون فيه قائد موجود القائد هو اللي بيقسم الأعمال بين الأفراد اللي موجودة في المجموعة لازم يكون فيه طاعة للقائد والتعاون معه لازم أطيع القائد مش القائد يقول لي أعمل كذا أقول له لا مش هعمل كذا نعمل كذا لا يبقى أنا أكون مطيع للقائد ومتعاون معه لازم يكون فيه مشاورة نشاور بعض في الرأي ونحترم أرأي الآخرين احترم رأي الآخر وأناقش فيه يبه هذه علشان عملي ينجح لازم يكون فيه هدف محدد في تخطيط العمل فيه التزام في العمل في تحديد الأعمال تحديدا دقيقا كمان وجود قائد طاعة القائد والتعاون معه المشاورة واحترام الآراء وهنا بيقول حتى يكون العمل الجماعي ناجح لأن كل عمل بتاعنا اللي نعمله في المجموعة فريق قرة القدم فريق يفوز وينجح أو بنعمل فيه مسابقة أوائل الطلبة عشان ننجح ونفوز لازم يكون فيه نوزع الأعمال كل واحد له عمل في المجموعة نحترم أراء الآخرين فيه احترام لأراء الآخرين يساعد بعضنا بعضا نعاون بعض وإحنا جلسين في العمل نخلص في العمل يكون عندنا إخلاص يكون عمل خالص لله سبحانه وتعالى فيه تحديد للهدف اللي احنا بنسعى إليه إيه المقصود من هذا العمل يعني لو احنا بنلعب في مباراة كل تقدم الهدف إنه ننفوز ونحصل على الكأس في مسابقة إنه ننفوز ونحصل على الكأس نتحمل المسؤولية كل واحد منا متحمل المسؤولية يعتبر نفسه إنه مسؤول عن هذا العمل عن نجاح هذا العمل نخطط للعمل يكون فيه خطة اليوم هنعمل كذا بكرة هنعمل كذا بعد الساعة هنعمل كذا يبقى فيه تخطيط للعمل حتى يكون العمل ناجح تعالي نشوف النشاط رقم اثنين تقول ليشارك الطلبة في الصف في مشروع مدرسي تقديم برنامج للتوعية عن أضرار السمنة وزيادة الوزن بتكوين فريق عمل تحدد أهداف وتوزع أدوار العمل بين الطلبة لعمل البرنامج المطلوب دي المفروض حتى لو أنت في البيت بتقديم تشارك نفسك أو تشارك أحد من أصحابك أو أخوانك في أنك تعمل برنامج كيف تخفف وزنك أو كيف تخفف وزن أحد من أصحابك طريقة معينة زي برنامج الرجيم يعني تعالي نشوف الصورة اللي قدامنا هنلاحظ فيه الطلبة فيه معلمين موجودين فيه أدوات موجودة شوف هنا عمل وعمل العمل ده قدامنا شوفه عمل ناجح إيه العمل هذا اللي خليه نجح من خلال الصورة اللي قدامك وجود قائد وجود قائد موجود بيساعد الطلبة بيحدد ليهم كل واحد عمله هذول منتظمين في العمل مع بعض كل واحد منتظم موجودين يتشاورون ويتبادلون الأفكار يتشاور وتبادل للأفكار والخبرات فيه تخطيط وإنجاز للعمل فيه تخطيط وإنجاز للعمل يبه هذا اسم العمل الجماعي هذا اسم العمل يا؟ الجماعي يبه نعرفنا هذا درسنا عن العمل الجماعي يعني عن المجموعة وعرفنا إن المجموعة بتكون اتنين أو أكثر عشان ننجز عمل بيكون العمل ده ناجح وعمل له فائدة يبه بيكون في مجموعة وعشان المجموعة لتفوز لازم يكون فيه أشياء عشان العمل بتاها يمجح زي ما تعلمنا وننوزع العمال نحترم أراء لآخرين نساعد بعضنا بعض نخلص في العمل نعدد الهدف نحمل المسئولية نخطط للعمل بهذا نكون قد ننتهينا من درسنا اليوم اللي هو العمل الجماعي إلى لقاء جديد في درس آخر كان معكم الأستاذ محمد يوسف وفقكم